يا حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد في كويت اليوم ومع أولى فقراتنا ودائماً ما نحب نبدي معاكم بمواضيع شوي غريبة بتحفز عندكم التبكير وتخليكم تتخيلون إش كثر بعض الأمور اللي نجالها ممكن تأثر على حياتنا قبل نبديه الموضوع أصبح لك من خير روان صباح النور والسرور عبد الرحمن فعلاً بعضنا نكون قطبين التليفون قاعد نصالف مع أحد جدامنا ورقة وقلم ونقعد نرسم هالرسومات وحسباً أن هذه كلها شخابيط بس لأنها من دمجين بالمكالمة لكن لا أحد يدري أنه ممكن تكون هذه الخربشات أو هالشخابيط اللي قاعد ترسمونها على هالورقة ممكن يكون لها معنى أنتم قاعد تتفرغون أفكاركم بهالورقة موضوع أكيد اليوم ودنا ناقشة مع ضيفتنا عشان يعرف تفاصيل أكثر أن هالشخابيط هالمبنية على دراساتنا ممكن إذا أنا خذيت ورقتي هذه وديتها لك مختص ممكننا يشرح لي شون الأفكار اللي كانت تطري على بالي ولا لا هذا اليوم رح نعرفها نعم أكيد رح نعرف هذا الموضوع بتفاصيلها الجميلة إن شاء الله وإش كثر ممكن هذا الموضوع يؤثر علينا أو ممكنك تشف من وراء بعض المعلومات مع ضيفتنا اللي رحب معاها أكيد عبر سكايب المعلمة والمدربة أبرار الدلال فنقول لك صباح الخير عليك أبرار صباح النور الإنسان يا حياتي الله أبرار نبي ندردش معاك بالأسئلة لكن في البداية نبي شوف تغرير صغير حول هذا الموضوع ونرجع معاك يا حياتي الله أبرار مرة ثانية في كويت اليوم وفي البداية نبي نسألك عن هذا الموضوع المميز اللي مو وايد ناس يتكلمون عنه لكن أنت اليوم كخبيرة إن شاء الله اليوم راحت فيدينا فيه بهذه المعلومات فأول سؤال ودي أسألك يا شالي يخلي الناس اليوم ترسم هذه الشخابيط نقدر نقول أو الخربشات أحياناً وهل هذا تصرف طبيعي؟ هو تصرف طبيعي نابع من الإنسان يدفع أما فكر تكون في باله أو مشاعر يكون يحسها في هذه اللحظة تكون مشاعر لحظية أو دوافع يكون عند هذا الشخص نفسه سواء كانت دوافع حرمان دوافع أي دوافع تكون أو أي حساسات ومشاعر تكون في هذه اللحظة وممكن أن الإنسان يعبر عنها بخربشة أو برسمة أو بصورة يرسمها في الوقت نفسه اللي هو دور الفكرة فيه في باله يعني كل شي نرسمها لها معنى أبرار أو لا ممكن يعني تعطينا بس النسبة كسر النسبة أنه ممكن هالرسمة أو هالشخابيط هذه لها معنى ممكن أن أخذها لمختص ويقول لي شنو الأفكار اللي كانت في بالي حساسات طبعاً طبعاً غالباً لها الرسومات لها دلائل ولها معاني غالباً نسبة 70% تقريباً إلى 80% لها دلائل أي رسمة يرسمها الإنسان سواء كان متقصد أنه يرسم هذه الرسمة مثلاً أو إذا كان يرسمها بشكل عفوي وطبعاً اللي بشكل عفوي هي غالباً تعبر عن حالة الشخص الشخصية في هذه الفترة أو في فترة لحظية أما الرسومات اللي تتكرر عند الإنسان فترة هي مختصة في جانب شخصي في شخصية هذا الإنسان أما اللي تكون في لحبات مثلاً مختلفة الرسمات ما تتكرر هذه تكون تعبر عن حالته الحالية الرسومات المتكررة هي التي تعبر عن شخصية الإنسان وهذا شيء بالفعل يشدنا ويأخذنا إلى سؤال أكبر من هذا السؤال ألا وهو على ماذا يعني يستدل الخبير اليوم من خلال تحليل الخربشة هذه في أسس في مبادئ رئيسية دقالباً تكون هي كقواعد أساسية في أي رسمة أو أي صورة أنا أخذها للتحليل من ضمن هذه القواعد والأساس اللي هي مثلاً نوع القلم المستخدم أو مثلاً طريقة الضغط على القلم أو طريقة ميلان القوس في الرسم طريقة الخطوط في الرسم كذلك الحالة المزاجية حق الشخص اللي هو قاعد وهو يرسم هذه الرسمة الحين أو هذه الخربشة طريقة التنفس العمر يفرق معاي الجنس سواء كان أنثى أو ذكر هم من يفرق الموضوع كذلك أيضاً طريقة الرسمة في مكان الصفحة إذا كانت في اتجاه اليمين في اتجاه اليسار في أعلى الصفحة في وسط الصفحة كل هذه أساس وقواعد نأخذها قبل عملية التحليل يعني أنا أحطها كمبادئ أبدأ عليها في بداية عملية تحليل الرسوم أو تحليل الخربشة بشكل أصح إذا كانت فترة لحظية أبرار ممكن نعطي أمثلة للمشاهد مثلاً الأشخاص اللي دائماً يرسمون أشكال هندسية أو اللي يرسمون مرض طبيعي يعني دائماً الشيارة عرفت أول صورة الروضة البيت والشيارة والعصفور والشمس اللي على الزاوية هذه صورة البيت والشيارة والشمس والعصفور هذه تحلل تقريباً غالباً استعملها كاختبار في تحليل شخصية الأطفال أما الخربشات اللي تكون عفوية مثلاً واحد قاعد مثلاً باجتماع أو قاعد محاضرة ويرسم طريقة هذه الأكس أو مثلاً أو الشطرنج هذه تدل على أن هذا الإنسان الآن يفكر في تحدي أو في فكرة دور باله هذا إنسان متحدي يبي يتحدى الشيء مثلاً في أغلب الأحيان بعضهم يرسمون طريقة رسم العين إذا كانت العين بشكل كبير مثلاً فهذا الإنسان عنده طموحه وعنده تطلع حق شيء معين إذا كانت بشكل صغير فهذا عنده مثلاً مخاوف في شخصيته أو ساعات مثلاً شخص يرسم طريقة العين كأنها طريقة شخوط شخصة بصير كذي فهذا الإنسان دليل على أنه يحس في فرح أو في سعادة في هذه اللحظة اللي هو قاعد يرسم فيها هذه الرسمة أيضاً عندي مثلاً إذا كان يستخدم أو يرسم الكتب ساعات في أشخاص ترسم كتاب فترة لحظية وهي تفكر ترسم كتاب بيكون طريقة مفتوحة الكتاب شكله مفتوح إذا كان الكتاب في طريقة شكل مفتوح فهذا الإنسان عنده حب حق التعلم أو حب حق التطلع أما إذا رسم الكتاب في طريقة كأنه هو كتاب مغلق فمعنات أن هذا الشخص عنده معلومة حالياً في الوقت الحالي لكن هو متحفظ عليها لا يريد أن يصفح عن هذه المعلومة أو ينشرها فهذه الأشياء تكون لحظة ما أسمع في ناس تحب تلبس عفواً ترسم أشكال هندسية مربعات دوائر الأشكال الهندسية غالباً هي الأشكال الهندسية تعبر عن الأفكار اللي تدور في هذا الفكر هذا الشخص اللحظي في هذه اللحظة وغالباً يكون هذا الشخص إبداعي من النمط التفكيري الإبداعي اللي هو يبدأ حتى في لحظاته اللي هو في خربشاته يرسم كأشكال هندسية نعم أبرار أنا أريد أن أسألتك متى تكون الخربشة أو الشخابيط اللي تسويها إذا وصلت لتش مثلاً من واحدة هذه الشخابيط متى ممكن هذا الشخص أن تقولي لأولا أنت مرض تراجع طب نفسي أو تكون حالة خطرة جداً هو في بعض الرسومات مثلاً إذا كانت مكررة في رسومات معينة مثلاً أنه يحتاج إلى إرشاد نفسي فيها أو ساعات في بعض الأشخاص يرسمون رسومات معينة تدل على أن هذا الشخص يمر حالياً في ضغوط نفسية فمنها خلال هذه الرسمة يمكن أنك تستشف أن هذا الشخص مثلاً يحتاج إلى نصائح نفسية معينة تمشي معاه فيها ممكن أنه هو شخص ما يتكلم كيتوم لكن خلال خربشاته ورسماته تبين هذه الأشياء منه ممكن عرف بعض العلامات اللي ممكن تدل على أن الشخص أو خربشة هذا الشخص تحتاج إلى مراجعة نفسية أحياناً في بعض الأشخاص عندما يخربش أو يرسم في لحظات أنه يكون مثلاً ماسك القلم ولو رجاء تلقى مثلاً يضقط على القلم بشدة تشوف الخط على القلم شديد أو مثلاً دائماً يحب يستخدم أكثر من خط فوق بعض يعني يظهر شكل الرسمة كخط سميك حتى طريقة مسكة للقلم وضقطة للقلم تكون واضحة عندك في الورقة من تمسك الورقة تبين يعني تحس في هذا الشخص أنه يعاني من شيء في نفسيته نعم وهل السعيد عكس ذلك؟ غالباً الإنسان السعيد أو الطموح لا رسومات أو دلالات معينة مثلاً تلقى يرسم وردة لكن وردة بدون أشواك أو مثلاً يرسم وسائل المواصلات غالباً بشكل عام تعبر عن أنه هذا الإنسان في حالة نفسية جيدة سواء كان رسم طيارة سيارة ما عدا مثلاً الطيارة الحربية أو السفن الحربية هذا دليل على أنه يملك جزء من العنف في شخصيته يكون فيه عنف نعم إذن يفرق أبرار إذا الشخص قاعد يرسم بألوان أو قلم رصاص أو لون واحد طبعاً يفرق طبعاً يفرق يفرق سواء بالألوان أو بقلم رصاص أو قلم الحبر كل هذا يفرق وكل طبعاً كل لون معينة أو كل طريقة معينة أنت لازم تتميز منها الخط لأنه حسب اختلاف القلم وطريقة الرسم على الورقة والضغط على الورقة هل الرسمات لها تاريخ صلاحية معين؟ يعني هل ممكن مثلاً يكون أنا راسبة أو مش خبطة بورقة طال لها مثلاً ثلاث أربعة تيام ويبتلت شيئاً أبرار؟ هني تفضلين أن تكون الخابيط أو الرسمة؟ ألا أنت موجودة جدامج عشان تحللين؟ ألا ما يفرق أي شيء قديم؟ إذا كانت هذه الخربشة عابرة يعني فترة لحظية مرت غير متكررة فمعناتها هذه عن فكرة أو عن حالة نفسية يعيشها الفرد في هذه اللحظة إذا كانت هذه الخربشة أو هذه الرسمة متكررة في أكثر من مرة في أكثر من لحظات هذه تدل على أن الرسمة أو هذه الخربشة لها جزء أو دلالة من شخصية هذا الشخص نفسه بالفعل يعني اليوم هذا الموضوع جدني شدني نوعاً ما أن بالإمكان اليوم أن نحلل الخطوط ونعرف الشخصيات فهل نحتاج اليوم إلى فراسة لفي تعلم هذا المجال؟ هل يحتاج الشخص إلى حدة أو فطنة نقدر نقول في تحليل هذه الخطوط؟ وهو فيها قواعد وأساسات في البداية لكن أنا أريد أن أقول هذا الشيء مع الممارسة اللي هو المحلل أو اللي يستعمل علم الجرافولوجي هذا مع الممارسة يكون متمكن في أنه عنده رؤية سريعة يعني بس يشوف مثلاً الخربشة أو يشوف الرسمة يمكن في تفاصيل تكون ظاهرة عنده واضحة يقدر يحلل بشكل واضح بس ليش أبرار يفرق إذا الشخص اللي جدامج أو اللي قاعد يشخبط ويرسم صغير غير عن الكبير في التحليل الجرافولوجي غالباً يكون في فئات عمرية مختلفة يعني مثلاً الأطفال غالباً الطفل يكون مثلاً صعب عنده التعبير عن مشاعره وأحاسيسه فتلقى مثلاً إذا تركت لورقة وقلم يعبر عنها بشكل وايد أسهل أكثر من الكبار المراهق يختلف فكل فئة مقسمة في طريقة تحليل وطريقة معينة هناك أيضاً اختبارات يعني توضح الشخصية مختلفة هذه الاختبارات لأن اختبار اللي يعطيه مثلاً حق الطفل اكتشف جزء من أنماط شخصيته هو اختبار مختلف اللي يعني يعطيه حق مثلاً الكبار يعني الاختبار اللي ياخذ الكبير في تحليل أنماط الشخصية غالباً يتدرج حق عدة مربعات مختلفة لهو حياته الاجتماعية حالته النفسية حالته الآن علاقاته مع الأصدقاء فيكون كل مربع له تفسير خاص فيه نعم أبرار طبعاً تعطينهم اختلف تماماً عن الأطفال نعم طبعاً تعطينهم ألوان عدل ولا بس لن واحد تعطينهم هو ما يفرق سواء أن عطيتها ألوان أو عطيتها قلم هو راح يعبر عن حالته النفسية في هذه اللحظة لكن الألوان والأقلام والخطوط اللي راح هو يستعملها هذه التاعدك من باب ثاني لكن بشكل عام ما يفرق أي ولا يأثر أي قلم أنت عطيتها ياه لكن غالباً الطفل إذا عطيتها قلم رصاص يمكن أنه يكون ملول أو ما يكمل لك باجر اسمه فعشان شذي يستعمل معاه الألوان نعم أبيب كذلك من خبرتك أبرار شنو نقدر نقول هي ألوان الأنس أو ألوان السعادة وما هي ألوان الشؤم أو ألوان نقدر نقول السلبية هي عالماً الألوان بشكل عام هو علم يعني باب ثاني يختلف تماماً عن تحليل الرسوم وتحليل الخطوط والأشياء هذه فبشكل عام الألوان في عندي بعض الألوان مثلاً إحنا ما أخذين عنها أنه هي فكرة إذا واحد شخص مثلاً حب أنه يلبس لون أسود معناته هذا الإنسان كئيب مثلاً في بعض الشخصيات أو بعض الساعات في بعض المشاعر يمر فيها الإنسان يكون محتاج أنه يلبس هذا اللون الأسود بس مو معناته أن هذا الشخص غالباً يكون كئيب ممكن هذا الشخص يكون عنده مثلاً ويقار بنفسه أو مثلاً يكون أنه حاط لنفسه مكانه فهو محتاج أنه يلبس هذا اللون يحس أنه في حاجة إلى هذا اللون في الوقت الحالي فيضطر أنه يتجه مثلاً يلبس هذا اللون لا شعورية لتلقى أنه يطلع ويلبسه مثلاً فمو معناته الألوان مثلاً أنه هو لبس لون أسود معناته أنه كئيب لبس لون أبريض ومعنات أنه هو سعيد فكل لون يأثر على شخصية الإنسان حسب نفسيته في الوقت الحالي أو حالته الشعورية في الوقت الحالي نعم قاعدين مروا الآن بفترة كورونا أبرار ووايد ناس قاعدت فترة طويلة في بيوتها والجأوا للرسم والألوان وفي دفاتر ألوان موجودة كانت تتوفر في المكتبات لفترة ومكتوب عليها أن هذه التاعة تكم على الاسترخاء تاعد أن أتخفف التوتر عندكم وفيها رسومات معينة ممكن إذا أنا تعرضت لأي ضغط نفسي أو متوترة حاليا أفرغ هذا الضغط اللي فيني ممكن أحج دامي ورقة وأشخبط أي نوع شخابيط تعتبر هذا التفريغ للطاقة أو التوتر طبعا يعتبر تفريغ طبعا وبالنسبة لكتب التي تكون موجودة أو متوفرة في المكتبات بشكل وبرسومات هندسية معينة غالبا تساعد الإنسان عن أنه يتخلص من التوتر أو يتخلص من القلق كذلك أيضا في بعض الكتب تساعد فيها رسومات معينة هذه الرسومات وإن تتلونها أو ترسمها أو تكمل هذه الرسمة تساعد أن تزيد على تركيز الإنسان مثلا في هذه اللحظة أو تساعد أن تزيد إنتاجيتها في الأفكار في هذه اللحظة نعم كذلك أبرار أريد أن أستفيد أكثر بحول هذا العلم أو هذه الدراسة فأريد أن أعرف من أول من بدأها أو تاريخها؟ من أين بدأت؟ من أشهر الأشخاص الموجودين في العالم التي لم يرسلون هذه المهارة؟ هذه الأشخاص هي موجودة غالبا يستعملونها في بريطانيا في شركات مثلا التوظيف يستعملون هذه الاختبارات أيضا هي موجودة في فرنسا كذلك نفس الشيء من ضمن إحنا عندنا مثلا مقابلات شخصية حق الوظائف أو شيء شذيء في التعيين بداية التعيين يستعملون عندهم جزء من هذا الاختبار يستعملونه بحيث أنهم يستشفون شخصية المتقدم للعمل ويستشفون بعض من جوانب شخصيته ويساعدهم هذا في طريقة التعامل معه أو أنهم يصنفونه في المكان المناسب الذي سيكون هذا الشخص مثلا عنده إنتاجية عمل فيها عالية أبرار شكرا لوجودتك اليوم معنا يعني افتتاحية حلقة جميلة من يوم رايح أتوقع كلنا بنركز شنو يشخبط وشنو نرسم ونحاول نحلل رسوماتنا وشخابيطنا كانت معنا المعلمة والمدربة أبرار الدلال فيما يخص موضوع الشخابيط على الأوراق وايد ناس فعلا استغلت فترة الحظر أنها تعلمت ترسم وتلون وهذا الكتب التي ذكرناها قبل شوية موجودة بالمكتبات وحك كل شيء عبد الرحمن لا شيء يعني إذا أنت تعاني من توتر عالي في كتب للرسم والتلوين بس للتوتر وإذا أنت تزيد التركيز وإنت محتاج أن تكون ريلاكس أكثر يعني شفت لشون مسكة القلم دائما أذكرتيني فيديوهات اللي نشوفها بالسوشال ميديا اللي تقطع صابون واللي تفقص اللي اسمها السفنجو هذا البوبلز وشيء هذا بفعل نوعي من أنواع نقدر أقول الشعور النفسي وفي ناس وايدي انعجبون بهذه النوعية من المحتوى حتى في هذول السترس بولز اللي تتسخدمهم بعد الكور عشان تفرغ الطاقة وكل هذه الأمور فأي شيء ممكن أن يساعدكم أن تتقللون من التوتر أو الضغوطات الحياتية التي تعيشونها كل يوم فأتوقع إلجأ لي ما يسعدك نعم تبتشخبط بس أخشبطون عبطوف الله عرفيكم ولا عماكن عامة هذا ما لا علاقة نعم بالفعل مواضيع جميلة وحلوة نكتشفها معاكم يوميا في كويت اليوم ورح نستمر نكتشف المزيد من هذه المعلومات والمهارات لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة